السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ردة احمد النهاردة هنعمل حاجة جديدة هنعمل غرزة العمود بس الطريقة مختلفة هوريكم الفرق بينها وبين طريقة العمود العادية احنا الاول هنعمل الطريقة بتاعتنا العادية علشان نشوف الفرق هنبدأ كده هنعمل ثلاثة العادية خالص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة مش مشكلة العدد المهم ان احنا عايزين نعمل بس اقوريكم ايه الطريقة العادية بتاعتنا اهي هنعمل كده هنلف واحد اتنين وندخل في الثالث تمام عشان نعمل عمود عايزة خالص اهو تمام دي غرزة العمود العادية بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها خلاص اهو هادي غرزة العمود بتاعتنا ندخل في الغرزة اللي بعدها هي ممكن نعملها طبعا بغرزة الفونديشن اللي هي اللي بنوفر سطر وبنعمل سطرين في سطر واحد فاحنا دلاشي بس بنعملها بالطريقة العادية احنا اوريكم الفرق بينها وبين يعني حتى الشغلي نفسه هيبقى الفرق بينه وبين الشغل اللي الطريقة الجديدة اللي انا هورها لكم هي مش من اختراعي يعني بس هو انا شفتها في فيديو وعجبتني وقلت كلنا نستفيد اه هنعمل اهو اللي اول مرة تشوف شغلي تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس على شاس الكل يستفيد واول ما ننزل الفيديو يجيلك اشعار بي على طول تمام كده احنا عملناه اول سطر بغرزة العمود العادية بتاعتنا خلص تمام هنرتفع بردو ثلاثة اللي هو ارتفاع اه ارتفاع غرزة العمود العادية و هندخل افتاني هو على طول كده اهو تمام اهو تمام اما كده مشيه بالعمود العادي يعني دهية غرزة العمود العادية مش عايز اطول عليكو عشان ما تزهقوش تمام اطلع سطر تاني وارجعلكو عشان ما نزهقش تلعت سطرينه عشان يبني الشغلة اكتر اهو تمام دي غرزة العمود العادية اللي كلنا عارفينها عشان ما نميليش انا قلت اي عملها كده هون عشان اي نعرف الفرق بين ورزة العمود اللي انا هعملها لدلواتي واللي موجودة جي معانا من الاول خلاص هنعمل برضو عودة البداية زي ما متعودين اهو عودة البداية بتاعتنا تعال ايدي واحد دين تداتا اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هنعمل نزودها شوية عشان بس ايه الفرق يبقى باين في الشغل هنعمل ايه بقى هنصيب اول غرزة وندخل في الغرزة اللي بعدها شايفين انا ملفتش ما عملتش غرزة عمود غرزة العمودة انا بلف زي ما ورت لكم من شوية لا انا مش هلف انا هسيب اول غرزة وهدخل في الثانية مش في الثالثة تمام اهو دخل في اول غرزة ونطلع وارح واخده كده عملاها وبعد كده شوفتوا بقى هندخل في اللي بعدها ونسحب بقى عندي اتنين هشتغل اول واحدة لوحدها وبعدين هشتغل الاتنين دول مع بعض تمام هدخل في اللي بعدها يارب الفكرة بكون وصلت اهو تمام هي شبيهة بغرزة الحشو بس هي طبعا دي غرزة عمود بس ديت اه مزتها اني بيطلع لك العواميد نفسها جنب بعضها اه مفيش الفراغ اللي موجود في غرزة العمود العادية اللي احنا بنعملها اهو تمام مفيش الفراغ اللي بين العواميد بتحتاجيها بقى لما بتجي مسلا بتعملي موديل اه في مسلا غرزة عمود سابت سابت اه سادة فبتحتاج انك انت تعملي العمود تبقى ضيقة وريبة من بعض غرزة العمود العادية بيبقى فيها فراغ زي ما احنا شفنا هنا في الغرزة دي اهو شايفين اهو تمام بنمشي كده اهو نشتغلها يارب الفكرة تكون واضحة اهو تمام اهو اهو ادي اخر غرزة عشان اوريكو ازاي هنطلع للسطر اللي بعد سمام اهو شفتو شايفين الفرق شايفين الغرزة دي ازاي انا هدخل هنا انا هدخل هنا عشان انا كده لو دخلت في الاولانيه يبقى اكتر اكتر من اثنين باعمل تزايد ادي واحد اهو ارو هعمله كزا تماما هدخل في اللي بعدها كياني بعمل غرزة حشو بس انا بدل ما غرزة حشو اخدها كلها لأ ده انا هشتغل اول غرزة اول غرزة وهشتغل التاني اهو شايفين موضوع ساهل وبسيط وجميل دعوتكم بقى كده هوا واللي يشتغل بيها اهو لو عجبتكم الفكرة اعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد وان شاء الله كل ما لقى اي حاجة جديدة او انا اخترع اي حاجة جديدة ان شاء الله انزلها لكم شير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد اهو تمام هي هي نفس المسافة يعني بتطلع عايزة هي هي خالص فيش اي فرق غير ان ان احنا بندي غرزة اديا وشكلها افضل واحلى تمام هطلع سطرين كده عشان اوريكم الفرق بردو سطرين عشان بردو ايه سوري انا اللي خبط ماشي عش هاخر ورطة ههو بعمل كده تمام هرتفع سطر اتنين والف ومش هدخل هنا عشان ما يبقاش فيه تزايد هدخل في اللي بعدها على طول وابتدي اشتغل بنفس الطريقة اهو تمام بندخل عادي ونطلع نشتغل اول غرزة الوحدة وبعد ان تاني غرزة الوحدة اهو بدخل من غير ملفة على الابرة زي ما احنا متعودين في غرزة العمود العادية بلفه وبطلع بدخل وبلفه وبطلع باول واحدة وبعد ان تاني واحدة يعني بشتغل العمود نفسي بص الفرق بين جي وبين جي شايفين الفرق الغرزة هنا بصوا ضيقة ازاي بصوا الغرزة هنا واسعة ازاي يارب يكون الشرح اعجبكم والفكرة تكون وصلت وزي ما قد لكم اعملوا سابسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته